طيب خلينا يعني هنكمل باكترام المختار بس احنا بنتابع عندنا القناة الاهلي منتشرة في كل الاتجاهات عندنا النهاردة الحفل السنوي لبالي الحفل السنوي لبالي النادي الاهلي في دار الأوبرا المصرية لنروح لزملتنا نورهان طمان وحديث مع الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس دارة النادي الاهلي وترجعوننا مرة تانية يا مساء الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان مساء الخير عليك يا كابتن خالد احنا هنا من طبعا دار الأوبرا المصرية العريقة لنقل كواليس كمان دلوقتي يعني حفل السنوي لأكاديمية البالي بالنادي الاهلي يعني اهتمام كبير جدا من جانب مجلس الادارة بفعاليات هذا الحفل ومعانا طبعا يعني المحندس محمد الضماطي عضو مجلس دارة النادي الاهلي يمكن هيكلمنا اكتر عن حضوره النهاردة واهتمام مجلس ادارة النادي الاهلي بكل ما هو كمان ما غير كرة القدم يا باش مهندس أخبرك يا ولن برحب بيكو برحب بكابتن خارد العواضي طبعا زي ما انت قلت نادي الاهلي ما واش نادي كورة بس وحتى مش رياضة بس نهاردة احنا موجودين مع اكاديمية البالي في الحفل السنوي بتاعهم ما حصلش السنة اللي فاتت عشان الكورونا السنة دي احنا مهتمين ان احنا يبقى فيه حدث كبير للاكاديمية البالي والمجهود الكبير المعمول من المجموعة كلها فاحنا حابين ان احنا نبقى موجودين معاهم في اليوم ده وبنشجعهم دايما على زيادة الفعاليات اللي بالشكل ده يمكن يعني 200 او من 250 عضو من عضو الجماعة العومية الاهتمام بالبنات كمان تحديدا يعني يمكن انا حتى سألتوا كل بنات قالوا اه كل بنات يعني المرأة وفيما يخص المرأة داخل النادي الاهلي علي شافوا ازاي اعتقد احنا بغطينا في الجدول الانتخابي بتاعنا وبرنامج الانتخابي بتاعنا كل عناصر النادي الاهلي سواء المرأة الاطفال زاوية احتاجات القصة للشباب فالنهاردة جزء من الاهتمام بالمرأة وبالطفل بشكل عام المكتبة عندنا عاملة شغل كويس جدا في دينية نصر ولاء عاملة شغل هايل سواء البليء او الانشطة الاخرى فاحنا النهاردة بنشجعها وبندعمها بوجودنا كمجلس ادارة وده جزء من البرنامج بتاعنا اللي بنتمنى ان احنا نبقى بإذن الله على نهاية الدورة بتاعتنا نبقى يدينا الجزء الاعظم منه انا حرك مشجع كورة درجة تالتة فحاليا احنا في بليه يعني يمكن البليه فن معقد شوية او في بعض الناس بتشوفوا معقد شوية انت يعني منتظر بقى تشوفوا ازاي لا دي حاجة ودي حاجة الكورة حاجة والبليه حاجة لا ان شاء الله نشوف حاجة حلوة طبعا وفن راخي وفن جميل وجودنا كمان في الأوبرا المسرح الكبير حاجة رائعة جدا وان شاء الله نشوف حاجة حلوة وده واسقين بإذن الله انهم هيعملوا حاجة هيلة كلمة اخيرة بقى ان شاء الله يعني كلمة اخيرة لأعضاء الجامعية العمومية نتمنى ان احنا نكون قديني على مدار الاربع سنين اللي فاتوا بشكل مرضي ان شاء الله عملنا يعني عندنا افتتاحات في الفترة الجاية كبيرة الاسبوع اللي فاكر عندنا مشكلة فرع مدينة ناصر الجراج قدرنا نحلها بالافتتاح اللي احنا عملناها وان شاء الله يبقى في الفترة الجاية كمان افتتاحات ونتمنى ان احنا دايما نبقى عند حصن ظنه شكرا جدا مش مهند شكرا شكرا نوران شكرا ده كان لقاءنا طبعا مع المهندس محمد الدماطي عضو مجلس دارة النادي الاهلي هنا من داخل دار الابرة وطبعا احتفالا او الاحتفال السنوي باكاديمية البليب النادي الاهلي اشتركوا في القناة